السلام عليكم اليوم عندي لكم قصة من اروع القصص اللي حصلت في تونس لكن كل معتاد احنا قبل لا نبدأ القصة قصة الجريمة نذكر اشهر جريمتين حصلت في نفس الاسبوع الاسبوع هذا الماضي احد هالقصص حصلت في الكويت قبل ثلاث ايام شاب يسكن في محافظة الجهراء في الكويت وتحديدا في منطقة سعد العبدالله اثناء عودتها في منتصف الليل للبيت ودخل في الحارة او الشارع اللي يسكن فيه لفت انتباهها وجود مركبة يقودها شاب وكان هذا شاب كأنه يبحث عن شيء لانه كل شوي يوقف يعني عند بيت بعدين يتحرك بعدين يروح بيت ثاني يتحرك فالشاب هذا اول ما وصل عند بيته جلس في السيارة ويراقب صاحب المركبة المتوتر اللي كل شيء يوقف وكذا بعدين فهم ان هذا الرجل كأنه يبحث عن حاوية قمامة لانه يوقف عند الحاوية اللي امام البيوت ويتلفت ويغيرها يروح الى الحاوية الاخرى بنفس الشارع فجلس صاحبنا يراقب من بعيد يعني قابل الله ينزل فشاف هذا الصاحب المركبة يتوقف عند حاوية وينزل وهو يتلفت وبإيده قطعة قماش لانه صاحبنا يشوفها من بعيد يعني بس شاف انه بإيده كأنه قطعة قماش بيضة رماها داخل الحاوية ورجع ركب السيارة وحرك على طول صاحبنا صار في فضول يعني معقولة واحد غريب عن الشارع اللي ساكن فيه يبحث عن حاوية وبعدين يعني ينتقي واحدة فيهم علشان فقط يرمي امامة معقولة وفيه منتصف الليل والعادة يعني واحد مثلا يدخل حارة اذا اضطر انه يرمي قمامة يرمي يعني مثلا بقايا اكل يرمي اكياس كلينكس يعني علبة يعني المشروبات الغازية ما يرمي قطعة قماش فقرر انه يروح يشوف الحاوية ويتأكد من الشيء اللي رماها هذا الرجل فعلا لما راح ولا يشوف قطعة قماش البيضة هذي اول ما رفحها من القمامة تبين انها ثوب احنا نسميها دجداشة بالكويتي الثوب اللي يرتدونه الشباب لونه ابيض لكن ملطخ بالدماء غرقان بالدم منصدم هالشي هذا لا يمكن سكوتهنه خصوصا حركة هذا الرجل الغريبة في محاولة اللي يرميها الثوب هذا في حاوية القمامة في شارعه ما هو ساكن فيه لانه غادر الشارع اساسا وفيه منتصف ليل اكيد فيه بلا اخذ هذا الشاب صاحبنا هذا الثوب وراح فيه الى مركز الشرطة على طول وبلغهم باللي شافه قال سيارة نوعه كذا 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 وشفت مرتبك ومتوتر وقلوا شوي موقف ورمى هالثوب واو صراحة اول ما شفت الثوب كل ادم وجعل المباحث اخذوا الثوب اخذوا مواصفات سيارة هذا الشاب وراحوا للموقع اللي تم فيه رمي الثوب نفسه اليوم الثاني طلبوا من اصحاب البيوت انهم اللي عندها كاميرا تعرفون اغلب البيوت الان عندها كاميرات تراقب الطريق الشارع اللي عند باب بيتهم يعني من حسن الحظ ان في اكثر من كاميرا كانت مصورة السيارة واحدة فيهم التقطت رقم اللوحة بشكل واضح طلعوا البيانات ويطيرون الى بيت صاحب هذه المركبة اللي رمى الثوب وخصوصا ان الرجال مباحث اول ما شافوا الثوب عرفوا ان هذه الدماء دماء بشرية وفي فرق لما يكون الدماء نتيجة لجرح او نتيجة لطعنة الفرق شنو دائما دماء الطعنة العميقة لتقطع الشرايين الرئيسية يصدر منها الدماء اللي هي يسمونها دماء الشريان الرئيسي تكون الدماء خاثرة وغامقة جدا في فرق بينها وبين الدماء اللي تنتج عن الجروح تكون شوية يعني لونها افتح يعني ويكون دم غزير بخبرتهم قالوا الله هاضي فيها فيها جريمة يوم وصلوا الى بيت صاحب المركبة ضرب الباب وين فلان اللي مسجلة باسم السيارة اللي السيارة تشكل فلان وفعلا شافوا السيارة موجودة عند البيت اهلا قالوا والله امس احنا ادخلناه الى مستشفى الطب النفسي الولد يعاني من حالة نفسية وتعبان وكذا وامس بالليل وصل يعني مرحلة ما هو قادر انه يتحمل وجوده في البيت فطرين انه رجعه الى مستشفى الطب النفسي وقاموا بادخالها لان هذا الولد عنده ملف بالطب النفسي ويتعالج اكثر من مرة لين تحسن حالته يعطونا ادوية ويروح الى بيتهم لما تزيد عليه الحالة يرجعونه عشان يبات عندهم يومين ثلاث لين تحسن اموره الان اهوا تعبانوا ودينا ليش في شيء قالوا اينا احنا نبيه والموضوع شوي يحتاج الى تحقيقه ويتروله الى الطب النفسي ويلقون القبض عليه يسألونه قالوا انت في الوقت الفلاني في اليوم الفلاني لان احنا دخلنا في اليوم الثاني رميت اللي هو الثوب الدشداشة هذي مليئة بالدماء والدماء هذي دماء بشرية ولا يمكن ان هذا الشخص اللي نزف هالدماء الغزيرة الا ان يكون هذا ميت او انه يعني اذا تم اسعافه منه صاحب هال هالثوب هذا وديش داشا طبعا الشاب هذا مواطن كويتي مواليد 1987 ميلادي لما وجهه له هالأدلة و هالتهمة يبيعرفون منه صاحب الان منه صاحب هالدماء والثوب منه انكر وانا تعبال وانا كذا وخصوصا وجوده في مستشفى الطب النفسي وقالوا في حل ويتجهون الى بيتهم على طول شافوا البيت في كاميرات لا لكن في جيران الشاب عندهم كاميرات والكاميرات تبين اه يعني بشكل غير مباشر بيت هذا الشاب فصاروا يسترجعون الفيديوهات اللي سبق قيام بيرامي الثوب فشافوا هذا الشاب في احد الايام وهو اليوم اليسبق الواقع طلع من البيت وكان برفقته السائق وهذا السائق من الجنسية الهندية والسائق يلبس هالثوب في العادة انه دائما السواق خصوصا من الجنسيات الاسيوية ما يلبسون ثوب قليل جدا يعني فهم ما جاء في بانهم ابدا انه ممكن يكون هذا ثوب سائق لكن يوم شافوا بالكاميرا وهو طالع معاه وركب معاه في نفس السيارة وغادر لما رجع بنفس السيارة رجع الشاب بروحها عرفوا قالوا بس راحوا الى اهل الولد وين السائق اللي عندكم قالوا ما ندري عنه مختفي صالة كم يوم اهلا فعلا ما يدرون شو القصة يدرون انه ولدهم زادت عليه الحالة وكذا ودوا المستشف فقط هالى اللي يعرفونه ارجعوا للشاب وواجهوا في هالعد الله وقالوا له وين السائق وشنو سويت فيه وليش ثوب السائق هذا كله دماء طبعا لما انكر قالوا لا انت في الكاميرا اصلا طلعت من البيت معاك السائق ولما رجعت رجعت بروحك وين وديته نبي السائق رحي وين هذا وين رح المهبط الجربة قال انا يبقى قتلته ودفنته في بر عندنا في الكويت تسمونه بر رحية بعد ما تخلص منه وقتله ودفنه اخذ ثوبه يعني عشان يتخلص منه في في احد الماكين ظهر لما وصل للمنطقة تذكر وجود الثوب فرح يبحث بين هالمناطق اللي بنفس المنطقة او المحافظة اللي هو فيها يدور على حاوية قمامة ورماها ولولا رب العالمين ما يعني جابها المواطن هذا اللي راجع بيتهم وشافه مصادفة كان من بيعرف يعني السائق مدفون في وسط البر بإمكانه انه بعد كم يوم يقول والله سائق هرب ويسجل فيه قضية تغيب وتروح السالفة ولا احد يكتشف شيء لكن المواطن هذا بالمصادفة لما يشاف الثوب وشاف عليه دماء وعلى طول التجاه الى رجال المباحث كذلك اهتمام رجال المباحث في الموضوع يعني لو انه ما كانوا يعني مجتهدين في معرفة من هو صاحب هذا الثوب شنو حاصله هل هو مجروح هل هو مخطوف هل هو مقتول كان ما توصلوا الى هالجريمة هذه طبعا احالوه الى النياب وتم حجز على ذمة القضية وفي قصة للأسف يعني قصة لامرأة عربية لكن هذه المرأة هزت استراليا الاستراليين الان ما عندهم سالفة غير المرأة العربية نرمين وشنو سوت في زوجها ممدوح نوفل انا اقول لكم نرمين عمرها 52 سنة مصرية متزوجها من شاب او من رجل اسمها ممدوح نوفل ممدوح نوفل الان عمره 62 سنة ومتزوجين صال لهم اكثر من 30 سنة وانتقلوا من مصر الى استراليا وعاشوا هناك وما شاء الله عليهم ممدوح يعني رجل يعمل في التجارة وكذا وكذلك ايه نفسها نرمين شغلة منصب في شركة اسمها شركة نحن نهتم هذه الشركة موجودة الان في استراليا وهذا الشركة تقدم خدمات لرعاية المسنين وذوي الهمن وهذا العائلة عائلة يعني اللي اسست هالشركة عائلة معروفة جدا جدا في استراليا نرمين هي مديرة هالشركة وكذلك زوجها شغال في الحقارات وكذا ويتاجر في مصر لكن نستقر في استراليا المهم يوم من الايام وتكتشف نرمين ان زوجها ممدوح على علاقة بفتاة مصرية في مصر شون عرفت شافت فواتير ارسال اموال باسمها الفتاة هذه اهين جنت بعد عشرة عمر هذه طويلة بينها conce什麼 وثمانية من الأبناء وعشنا المر والحلو ما الحين ادخلني مع فتاةء لا والصغيرة في العمر وموجودها في مصر قالت باس انا عرفت سبب كثرة سفراتي الى مصر من للتجاءة كما كان يقول عندك عاشقة فتصلت في هالبنت توصلت لها طبعا وصارت تهددها وتقول لها رجع الفلوس اللي أخذتيهم من زوجي بعد ما انتهت المشكلة وراضاها وتأسف واعتذر وتقوم نرمين وتقتل زوجها لكن يوم قتلت اش سوت فيه اشترت منشار كهربائي وتقطع محمود حتت حتت وراحت اشترت بوكسات او صناديق يستخدمونها في رمي القمامة لكن هالبوكسات هذه جابتهم حطت فيهم اكياس عبت فيهم اجزاء من جسد محمود سوت لها اكثر من بوكس وبدت تفتر في اطراف المنطقة اللي هي فيها مدينة سيدني في استراليا وكل ما شافت حاوية قمامة كبيرة ترمي صندوق الى ان وزعت جثة ممدوح على جميع المناطق اللي في سيدني ضاع ممدوحه ما اكتفت بهالشي قامت زورة الاوراق مثل توكيلات وغيرها انها يعني ممدوح كان موكلها واستولت على الهاتف الخاص فيه وعلى الحسابات الحسابات الشخصية وحساباتها في السوشال ميديا وصارت يعني اتفاعل في هذه الحسابات ليش؟ علشان توهم كل اصدقاء او معارفة او اقاربة اللي موجودين في مصر انه ممدوح على قيد الحياة لكن ما ترد على هات اتنزل بوستات اتنزل كذا في الفيسبوك في الانستجرام في ترسل معايدات وتهنيئات في الواتساب وشغالة يعني من تحل شخصية ممدوحه لحد ما رتبت موضوع الاوراق الرسمية في التوكيلات وراحت الى مصر او بدت تبيع بجميع العقارات اللي يملكها ممدوحه ما خلت شيء باسم ممدوحه اهلا صال لهم تقريبا فوق الستة اشهر سبعة اشهر يحاولون يتواصلون مع ممدوحه ما يرد عليهم يعني ما يسمعون صوته يكلمونه يرسلونه مسج يرد لهم مسج انا مشغول انا مسافر انا كذا ينتظرون عليه سبوع سبوعين ثلاث شهر شهرين حتى اصدقاء المقربين وفي بعض الاشخاص لهم اعمال مشتركة بينهم بين ممدوحه ولازم يكلمونه ما يرد عليهم استقريبين انتظرون شهر شهرين ثلاث ما الصخة يكلمون زوجته مش عارفه هو مسافر هو مشغول هو كذا شك في الموضوع وخصوصا في الاشهر الاخيرة نالمين صارت ما ترد على احد لان بعضهم صاروا يكلمونها في مسجات وكذا عن اشياء خصوصية ما تعرفها فتخاف انه ترد ويكتشفون اللي اصلا قاعد يرد عليهم هذا ما هو ممدوح فقالت افضل شيء اني اسكر اللي هو الاجهزة وما ارد افضل واقول انه اهو اختفى طبعا ممدوح جثة ما في جثة راحت للمحرقة الحاويات القمامة هذه راحت من عشر اقول لكم خلاص الرجل انتهى وما احد يدري فتقول انا ما لداي افضح نفسي من خلال التصالات اصدقاء في الفترة الاخيرة صار حتى المسجات ما يرد وهو ما عندها مقربين مني يعني في استرالي عنده اصدقاء وهذا هو العشرة عمر معها يوم سألوها في الفترة الاخيرة طبعا هي تهرب تحاول انه ما تلتقي في احد وكانت تجهز نفسها انها اصلا اتهاجر من استراليا جالسة تصفي امورها حتى وظيفتها اللي في المؤسسة هذه اللي رعاية كبار السن واصحاب الهمم ذو الهمم قدمت استبدال طلب استبدال وحطت واحد مكان يدير المؤسسة ايه ناوي انه تفرق له فلما امسكوها اصدقاء المقربين يا نرمين وين راح محمد وحنا ترى شاكين في شيء قالت انا ما ادري وانا فعلا ندور عليه ومش قالوا ليش ما تبلغين الشرطة قالت ها ليش يعني ممكن اه باراتة قالوا لا لا الموضوع هذا ما انسكت عنه راحوا وبلغوا سلطات الامنية سلطات الامنية بدأت تبحث وتشيك وكذا شافوا انه تم بيع الممتلكات الخاصة في ممدوح داخل استراليا وفي بعض الاوراق الرسمية تم استخدامها وتوثيقها في السفارة الاسترالية اللي في مصر اللي هو توكيلات وكذا وباعت عقاراته وممتلكاته كذلك في مصر فحسوا انه لا في الرجل ما غادر استراليا اشلون ونوصل مصر وشلون الاوراق الرسمية هناك تصدقت في قالوا لا في بلا عرفوا انه زوجة اللي كانت تسافر راحوا بعد ما اخذوا اذن النيابة وداهموا البيت يحاولون يعثرون على اي دليل هم بشاكي ان الرجل حاصله شي وانه زوجة تخبي ما هي راضية تكلم او تراوغ طبعا هذا بعد عدة تحريات وتعبوا يوم ادخلوا البيت وينصدمون انه نرمين شمسوية جايبه شركة مقاولات ومخلية هالشركة تسوي ترميم كامل للبيت شالت كل الارضية الارضية كلها هي مو لما قتلتها وقطعتها بالمنشار فاكيد يتطع شر الدم ويدخل بين حبات السراميك وكذا يعني لما يجون الادلة الجنائية واكيد لابد ان يعثرون على اي يعني دليل حتى لو انه بسيط لان حتى لما تستخدم من مواد التنظيف ما راح تقدر انك تزيل الادلة لابد انك تغفل عن شي فهي ظاهر بدت تتوسوس في هالناحية قلت ليش ليش يعني ابقى وخايفة لا لا جابت شركة مقاولات قالت الارضية هذه كلها البيت كلها تشيلونه وتحطولي ارضيات جديدة واصبغولي جميع الحيطان وقل لكم سوت بيت جديد وهذا اللي عقد مهمة الرجال الامن والادلة ما عثروا على اي شي لكن اكتشفوا ان البيت مرمم انه كذا وانه جديد يعني 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 يشكوا فيها الزوجة غايب وانت يترمي منه في البيت وبعدين يعني البيت جديد اساسا بنيان جديد ما كان لادا يتغيرين كل الارضيات وتعرفون انتم بخصوصا في الدول الاجنبية ما عندهم ترى التبذير اللي احنا عايشين فيه والله عشان شكله معاجب لا هناك اذا بنى ما يتغير طول عمر بس يرمم فيه ينض طيارة ما يشيل مثل نحن يعني فهم شكوا فيها قالوا ليش البيت جديد يعني شان بدل الارضيات والحيطان متى يعني متى يعني البيت اصبح قديم علشان تسوينا فيه شي صاير انتي تخفين شي اضغطوا عليها ايش لو رحت شون سافرت ليش تبيعين ليش كذا حتى وظيفت طلعت من عندها وحطيت واحد مكان ورحت مصر وبيعت والتوكيل وكذا اللين بطت الجرب وهني اعترفت بالجريمة اللي قامت فيها اللي هي انها امسكت زوجها ممدوح وقطعت ووزعت في حاويات القمامة لكنهم ما احثروا على شي لو لا انهم اعترفة كان مستحيل حتى انهم يستطعون يثبتون عليها التهمة الى الان طبعا القضية لسه فرش وهي تداول الان في المحاكم ومصدومين منها يعني الاستراليين على قوة باسعة ولا اهتزت ولا نجي الى قصة الليلة والقصة العجيبة بصراحة اللي صارت في تونس في مدينة سوسة مدينة جميلة جدا معروفة الله يسلمكم يوسف شاب يعيش في احد القرى على اطراف مدينة سوسة عمره سبعة وعشرين سنة والدته متوفية واخوانه كلهم الكبار اللي متزوج وعايش مع زوجته واولاده في احد المدن في البيت ما في الا ابوه الكبير كبير سن يعني قرر انه يبحث عن عمل وبعد عناء طويل وجد وظيفة في احد المزارع في قرية مجاورة يابون شخص يعني يشتغل بالفلاحة وهو عنده خبرة يعني في هالموضوع هذا فبعد ما اتفق معهم استودع ابوه قال لا يا يبانا ابنتقل بعيش في هالقرية علشان اكون قريب من المزرع اللي اشتغل فيها وانا كل فترة فترة امر عليك قال الله يسهل عليك فعلا يوسف ذهب لهالقرية هذه وسكن في مبنى داخل المزرعة حاطين حق العمال وحق الشغلة اللي عندهم وبدأ يعمل بالفلاحة وهو شاطر جدا وصاروا اصحاب المزرعة يعتمدون عليه ويزيدون راتبة وكذا وهو بعد ولد مشتهد ويطمح للمستقبل يبي يكون نفسه يفكر بالزواج يفكر بالاستقرار فالرواتب اللي كان يجمعها من عمله كان يشتري فيها ابقار وخلي الابقار ترعى على اطراف المزرعة سامحين اهل المزرعة ما عندهم مانع تعرفون انتم مرات لما يتم حصاد الثمار تبقى الاوراق وكذا يستفيدون منها الحلال فهو يعني يضرب عصفرين بحجر منها يعمل في الفلاحة وياخذ راتب وكذلك يشتري الابقار ويربيها يعني يستثمر الفلوسه وماشاء الله مشت معاها الامور وكان وكان يجلس في هالمزرعة طوال اليوم محتم بادق التفاصيل ففي فترات الاستراحة يجلس على طرف المزرعة في طريقه والناس تروح تمر ويشوف على الأقل يشوف بشر يسلم عليه ومالناس تسلم عليه وكانت في فتاة هالفتاة هذه اسمها زهرة زهرة هذه لما كان يشوفها يوسف كان يعتقد انها يعني انها فعلا زهرة انها كان طالعة من احد الحدائق القريبة من المزرعة بنت ولا اجمل بنت قروية محافظة وكذا لكن البنت يعني اش اقول لكم يوسف انهبل عليها صار يشتغل وعينه على الطريق يشوفها البنت هذه اللي رايحة رادة وين تروح وين تجي عرف انها ساكنة فيها القرية وتمر بهالطريق هذا الطريق الوحيد المؤدي الى مثل السوبر ماركت بقالة يبيع المواد التموينية لا بغت شيء يعني تشتري يرسلونها اهلها فلازم تمر من هالطريق اللي يمر على نفس المزرعة اللي يشتغل فيها يوسف وكل ما مرت يوسف يطال فيها يحاول الولد خجول ومحترم والبنت يعني دخلت قلبها بها يعني زواج فيه احد الايام تجرأ وكلمها مرحبا مرحبا ترى انا قصد شريف والله يخليك شلا تفهميني غلط وبس انا بعرف اذا انت متزوجة ولا مرتبطة ولا احد متكلم عنك ولا في مشروع عن خطوبة ولا شي قالت لا البنت تضحك وكذا وهي مستحسنة يعني يوسف وتعرفها يعني انه شغال فيها المزرعة ودائما تشوف يراقبها ونظرات الاعجاب ولما تجرأ قالت لا يعني قال لها ممكن يعني لو اتقدم لك وصارت تضحك البنت قالت لا هذا بيتها اللي وحياك الله ومشت انجن يوسف ما انام الليل اليوم اللي بعده كشخ وفعلا راح وقابل ابو البنت زهرة وقال لي يا عمي انا اسمي يوسف فلان فلاني وعيش في القرية الفلانية وانا هني مستقر عندكم فيها القرية لاني اشتغل في المزرعة يعني شرح لاوضع وانا صراحة شفت بنتك والله ما بيني وبينها اي شي انا عجبت فيها و وابي اتقدم على سنة الله ورسوله اذا توافق قال حياك الله يولدي احنا نسأل عنك واجيبها لك قال لا ما في مانع وفعلا راح جاب ابوه وصارت بينهم يعني حديث يعني رسمي ووافقوا على يوسف وعملوا حفل كتب الكتاب وسوى حفل زفاف بسيط على قيدهم وتزوج يوسف زارة لكن ما يدري يسكنها في المزرعة مزرعة يعني حق العمال والشغيلة وكذا راح استأجر شقة في نفس القرية وقريبة يعني من مكان المزرعة واستقر وكانت حياته بينه وبين زارة ولا أروح منها البنت يعني ما لقى عليه حياته وخلفوا ثلاثة من الأبناء واستمرت علاقتهم سنوات يعني امتدت إلى سبع سنوات إلى عام الفين وستة زارة وقت الغداء يوسف ما يرجع البيت هي ترسله الغداء بعد ما الأولاد يرجعون من المدرسة اللي صغار اللي توكلهم وتحافظ عليهم وترتبهم كذا وتسوي غداء وتروح هي بنفسها تمشي للمزرعة تعطي الزوج هي يوسف فرايحة رادة فتطلع من البيت مضطرة والبنت جميلة وكل ما تكبر تحلو ويشوفها واحد من الجيران وهذا بليس قاعد يشوفها يعني كل ما طلعت كل ما ردت ويحاول فيها يحاول فيها هي كانت تصده ولا ترج عليه ولا كذا وما تحطي وجه أبدا لكن كثر الدق يفتش الحام احنا على قولاتهم في الكويتي يعني من كثر ما واحد يضرب في الحديد حتى الحديد يعني يتفتح أو يتكسر هذا جننها ف مرة من المرات يعني بدت تصرخ عليها صار يهديها وأنا والله ترى مو قصدي شيء أنا معجب وأنتي بنت جميلة وحرام عايشة مع واحد فلاح مثل هذا أنت المفترض تعيشين بقصر أنت المفترض كذا والله لو أنتي عندي كان عطيت كان سويت كان كذا 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 قلب مخ البنت وهي بعد فهية يعني من السهل أنه يلعب بعقلها المهم شوي شوي بدت تتلين مع هذا الرجل خلونا نسميه مصعب بدت تتلين مع مصعب وبدت يعني التبوسم وتضحك وكذا وهراد ومبسطة على العملية وهذاك ظهر لسانه حلو وعجبها الوضع في أحد الأيام قال لها تعالي بكلمك شوي تعالي خلينا يعني يعني نعس أو ندخل فيه أحد الطرق اللي ما فيها ناس وبكلمك قالت لو أوكي ودخلت وياه وصار يتغزل فيها وشوي شوي يعني يقرب من البنت يحاول أنه يلمس أو كذا فشافها أحد الجيران استغرب وعرف أنه هذه زوجة يوسف ويعرف الثاني الشاب اللي هو مصعب استغرب منهم يعني كانوا في وضع شوية عاطفي يعني المهم إيه خافت وهربت وراحت بيتها وهذا مصعب مشه هذا الشاب اللي شافهم ما تكلم لكن خرب عليهم اللحظة ففي أحد اللقاءات اللي كانت تمر ورايح رادة ويلتقي فيها مصعب قال خليني أجي عندك في البيت بعد ما الأولاد يعني يروحون وكذا قالت لا أوكي ما في مشكلة تعالي بكرة الصبح لأن أساسا يوسف يطلع من الفجر ما يجي إلا لما ظلم الدنيا حتى وقت الغد ما يجي تعال في فترة الصباح لأولاد ما هم موجودين فيها فيها اليوم هذا أول لقاء الحين يصير بين مصعب وبين زهر زوجة يوسف أول ما دخل عندها مصعب وتمطر الدنيا مطر فيوسف وقت المطر ما يجيس في المزرعة ينتظر لين يهدى الوضع يعني فيروح بدل ما يجلس ساعتين ثلاث أربع ينتظر ويتا يوقف المطر عشان يكمل الشغلة يروح البيت فعلا راح البيت ويتدل أنه مستحيل يرجع إلا على وقت المغرب أول ما دخل البيت ويشوف هالمنظر زوجته زهرة وجارهم اللي هو مصعب في وضع مخل وهو لا شعوريا ويركض يمسك عنده كرسي حديد ويهجم عليهم في الكرسي ويضربهم وهم كانوا جنب بعض ويضربهم ضربة وحدة أصاب رأس زهرة في هالأثناء مصعب طلع يركض وهو عاري طار صار مثل الفريرة بلمح البصر من حلاوة الروح هرب لكن زهرة أغم عليها وهو طبعا حاول أنه يركض وراء مصعب لكن قال مو مشكلة خلينا هذي أتخلص منها وبعدين أروح أدور عليه راح للمطبخ وجاب سكين والبنت مغم عليها لكن على قيد الحياة ضربة كانت بالرأس وقام وقام ونحرها ما شف غليلة بدأ يقطع في أعضاء جسد زوج تزهرة اليوم ش السالفة كلها تقطيع اليوم هذا اللي صاير بعد هذا اللي ويبدأ يقطع فيها يقطع فيها لين خلاها وصل ولفها بال بالشراشف وسواها مثل الأكياس جذي علشان يتخلص من الجثة وكان هذا وقت عودة أولاده على طول بدأ منابسه ونظف نفسه استقبل أولاده عند الباب أخذهم وودهم عند جدتهم اللي هي والدة زوجته قال أخلي الأولاد عنده إحنا مشغورين أنا والزهرة علشان ما يبين شي علشان ما ينتبه ورجع مرة ثانية أخذ هالأكياس الجثث الجثة عفوا في الأكياس وودها عنده في المزرعة خباه ونظف البيت وبنفس اليوم راح للمزرعة وشال الأبقار اللي عنده اللي يملكها وصرح فيهم إلى أن وصل لشخص يشتري الأبقار يعني هو أصلا يشتغل وياه من زمان يعني بيعلى ويشتري منه وباع لكل الأبقار بسعر ما يحلم فيه قال أنا مستعجل وعندي ظروف وكذا المهم ماذا اشترى لنا وخذ الفلوس كلها حط في جيبها وأخذ الأكياس اللي فيها جثة زهرة وبدأ يمشي طبعا كان فيه حالة من التوهان تسوي عملية ومقطع ترى أي إنسان يقدم على قتل وخصوصا موضوع تقطيع الجسد جسد البشر خلاص ما يبقى فيه عقل يصير كأنه عايش كأنه بحلم ما هو عارف شون يتصرف لذلك أغلب الجرائم تكتشف لأن الشخص يرتكب كثير من الأخطاء ما يدري يركز ما يدري يعني يدبر نفسه إلا إذا كان قاتل محترف متعود يعني فهذا صار يمشي وهو تهايه ما هو عارف وين يروح بهالكياس لكن شي سوي كل ما مر على قرية على حاوية على كذا يرمي جزء من جثتها يرمي يرمي وصل إلى المدينة نفسها مدينة سوسا هناك راح واستأجر في فندق خمس نجوم من أفخم الفنادق قال لهم شنو أفخم جناح عندكم وهم يوم شافوا لبسة وكذا قالوا لا ترى إحنا في فندق غالي شوي قال ما في مشكلة شنو أفخم جناح عندكم عطونية قال لا تفضل دفع وصعد للجناح واتصر عليهم قالوا لي يجبوا لي كل أنواع الخمور اللي عندكم ودفع ويجبوا لأكل عاش ملك يعني وعاش يعني الرفاهية اللي وهو يشوف هالظهر بالأفلام أو يسمع عنها بهالتبذير وهالأكل وجناحه فخم في أفخم الفنادق وصار يشرب 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 لمدة خمسة أيام وهو ليل ونهار يشرب ويبكي على اللي صار يعني يتذكر عياله البنت الصغيرة اللي تصحي كل يوم الصوبي وشونما كان يروح المزرعة ويرجع البيت ملهوف ومبسوط ويحب زوجته ويحب أولاده ليش صار تذي ليش يا زهر خنتيني ليش يا زهر دمرتيني ودمرتيني نفسه ليش وصار يعني متحطم خلاص انتهى عارف خلاص عياله الآن ضاعوا الأم ماتت والأب رح ينسجم اهو حزين كثير يعني على عياله لأنه يحبهم حيل وكان يشتهد ويشتغل ويكرف كله عشان منهم زوجته وعياله الحين أقدم على قتل زوجته بالتالي اهو راح يضيع والعيال تيتمو ومع الشرب وكذا خلاص اليوم الخامس قال أنا زلمت لامت وأنا جارس بالفندق أنا خلاص ما في إلا أني أسلم نفسي لكن قبل لأسلم نفسي واسمع الصدمة في القصة قال قبل لأسلم نفسي وأنا أكيد إذا معدموني مؤبت فعلق الأروح أزور والدي اللي صال لي فترة ما هزرته اللي عايش بروحها وأوصي على أولادي اللي موجودين عند والدة زوجتي اللي أنا قتلتها أخاف يعني ينتقمون من عيال يعني بسبة اللي أنا سويت في بنتهم فعلى أقل أوصي أبوي فعلا طلع من الفندق وصار يتماشى لين وصل بيت أبوها يوم دخل البيت وكان الكلام هذا بالليل تقريبا على الساعة السبع ثمان بالليل فأه يعرف يدخل البيت يعني تعرفوا واحد بيت أبوه فأكيد يعرف أن الباب الفلاني يدخل أو من وراء أو من جهة المطبخة يعني بدون ما يضرب الباب فأه فعلا دخل ويدور على أبوه خايف أن يكون أبوه نايم ويزعج وكذا لكن يدور يدور على أبوه لأنه وصل إلى غرفة فقال أنا بس أبتأكد إذا أبوي نايم ولا لا ويقوم يوسف ويفتح الباب ويشوف أبوه في وضع حميمي مع منه مع زوجة جارهم وهذا مطعون يعني أو متألم من خيان زوجته له مع جارهم والآن شاف أبوه مع زوجة جارهم يعني زوجة جار أبوه نفسه ويهستر يوسف مرة ثانية أو يركض يجيب سكين أو يقتل أبوه بدأ يطعم فيه يطعم فيه لين فارق الحياة طبعا فيها الأثناء أهربت اللي هي زوجة جارهم بنت شابة يعني شابة في مقتبل عمر رغم أن أبوه كبير سن أهربت ليت لين تأكد أن أبوه مات جلس يبكي وطلع في الشارع كل دم شوفوا الجيرام بلغوا سلطات الأمنية ألقوا القفض عليه بتهمة أن قتل أبوه سألوا ليش قال هل شفت مع زوجة جار حتى لو شوف أبوك مع زوجة جار تقتل أبوك يعني يعني على طول يعني هي بعد مو زوجتك زوجته يعني جارك إزاي أبوك هذا شلون قتلته يعني المفترض منك شوي يعني تمهل يعني تصرف طريقة أفضل مو تقتله أبوك كبير سن قال لا أنا اللي دفعني أصلا أني أقتل أبوي لما عرفت أن اللي معاه هذه زوجة جارنا وأنا تون يعني يعني متألم من خيانة زوجتي مع جاري وقتلتها قالوا نعم قال لي نعم أنا قتلتها متأل حتى شي قال هذا قبل ستة أيام تقريبا ويروحون بيته هناك وفعلا ولقوا أثار من الدماء وراحوا للمواقع اللي رمى فيها الأكياس بعضها عثروا عليه وبعضها لا وفتحوا الآن قضيتين قاتل زوجته وقاتل أبوه المهم أكن بالطويل أحالو للمحاكمة وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد لأنه ما في أصلا حكم إعدام حكم المؤبد مرتين على قضيتين وعياله إلى الآن اتربيهم أم زوجته اللي قتل جدتهم وهذه نهاية صالفة وفمان الله من السلام من السلام وفمان الله مرتين وفمان الله وفمان الله